موسيقى الراجا جمهورها رسمالها موسيقى ايو سلام عليكم يا الناس عاوتاني فيديو اشنو طريف الراجا اشوف مع الراجا مكينة شراحة كتعيش نار كتسمع بزاب دل الاخبار ترى ميمكنش حال دل الاخبار كيبانه غير في ساعات اللي غليلة شغل ما بين الفترة دل الاخر الفيديو دلنا نفت الشيناديو اللي هو اشنو طريف الراجا والفيديو اللي احنا دابا وقفة دل الاخبار المشكي وهو الاسئلة في الانستغرام فبهذا جينا نعود هذه الفقرة هذه اندوه على ما يرش موحط الراجا والنقش وبناتنا فعلا كنتي واجد معي لك عارف شنو خاصك تدير لعيبة الاخرى حتى هي ومقالك غتزاير دك الصمتة واشيالله بينا نبدأ ودبا لك ان تتخيل صاحب المركز الخامس وممكن تضرب دور السمن الجاية قد تلقاهم في السادس وممكن حتى السابع قال لك سيدرهم بشاركين في مصابقة افريقية والتي هي السوبر وزادوا كذبوا كذبا اخر وطيقوا اقول لك بأن السوبر هذا هو المصابقة الاولية في افريقيا والعصباء توليه كأس الفقرة كتصنع لي الناشاط والسريح واخوي بندم رو الله يمك يحشم انا بعدها كنت تكون فرقسية الخامسة وقالوا مع عرض السادسة وتضربني السوالة بشعبان ورمدان رو الله يتنحشم نخرج من ذلك الحلاقة او الدرش حالة قلنا لكم لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الاخير او هذا السوبر الذي كنتم تتحلموا به اذا لم يكن هناك العام الجاية ماذا سيكون هناك العام الجاية صراحة نكون غادر وما كون مزين وصوبوا لكم شي مصابقة قتلها وفاع انتشرا ما هذا الشيء يتوقع عليكم رو الله يتغطي باش ندوا في موضوع السوبر والعصبة كيف مشفتو 48 ساعة للاخر لموضوع الرائج اللي كان واللي سيتم الاعتماد على السوبر كمسابقة اولية في افريقيا وسيتم الغاء الكاف وتبديله بالعصبة الافريقية هذا الخبر هذا طلع فقط كمقترح ولكن بمعنى احنا ادنى واحد نوع من الناس ارجعوا هذا الخبر هذا رسمي وبدو يحطقها شكل امو الفراقي اللي غادتشارك في السوبر وشكل امو الفراقي اللي غادتشاركو في العصبة السبب اللي خلاني انا نمدويش هذا الفيديو اللي فات وهو انا نتسنيد الخبر الحصري منش بلاسة تكون رسمية وش من الخبر من عند قناة الرياضية اكدت ان ما يرغوش حول هذا الموضوع هذا رمجرد ايشاءة ومجرد سرحة يعني ان الحياة ستبقى كيف مكان تلعب الجاي للجيش والراجة في العصبة وممكن قوله بركان اول الفتح في الكاف والويدات في القهوة وبهذا فكنتمنى ان هذا الموضوع يسالينا ويكون كل التركيز يسعد نحن يا شخصيا على المستقبل النادي في العصبة ان شاء الله ما علينا سيمشون غيره سيمشون موضوع اخر وهو موضوع الانتدابات والميركاتو والتي للأسف الميركاتو دي الراجعة يبدأ قبل من وقته غالبا كلكم شفتوا الاسماء المنتشرة والتي حتى هي دارت واحد ضجة كبيرة في المحيط الرجاوي اوله هو الحريز للشباب محمد يوكين لك يقول بانه هو وقع عقد مبدأ المدة ثلاثة السنوات يقول لك السبلي سيعوض زنيتي وخكي بيلي صراحة صعب المهم السمية الأخرى هو اللاعب المغرب في تيطواني الفيردوسي والتي بمجرد لا تنتشر الخبر اناد اللاعب وكذب الخبر في الحساب الرسمي بقوة الضغط اللي واجهه اللاعب شخصيا كتبالي ردت الفعل دارت الأخير هذا اللي جد عادية حتى اصلا باش انك تخرج السمية اللاعب عن نوسين عاقل مبدأي في واحد الفرقة واصلا ذاك اللاعب ما زال كيلعب في فرقة اخرى ولا عام ما زال مساله زايد انا ذاك اللاعب كيلعب رسمي في تيطوان وتيطوان ما زال اللاعب في كأس العرش وممكن انها تتلقى مع الراجف النهائي فالشنزة ماكينه غادي كل ما صار دي اللاعب حالة مائلة تتلقى وجود فراقي في الفينال الجواب وهو انه غادي تهمش وما غاديش بقوة لعبه لهذا كنقولورا ممكن يكون خبر صحيح ان اللاعب رابط الصحراجي بمجرد ما يتنتشر الخبر دياله في الوقت اللي ماشي مناسب كل شيء ممكن انه يتبدل ويتتضرب كل شيء في الزلو اما بخصوص قضية العقود المبدئية شخصية اللي ما كان امنش بها خصوصا ما وقع معنا سابقا بزايد اللاعب واخره اللاعب اللي انا متأكد انه كانت اللي كتفرج حاليا غالبا ستسمعتي سميته في الصيف اللي فاتت وغالبا ستسمعتي بان اللاعب صافره سين عقد مبدئي واللي كيقولك حسن اللاعب راكينقاع في الوازيس واللي كيقولك هون تصاور غاليتلاحو في الباج اوفيسيال وفي الاخره دي كنزون بادي في نوا دابا راه باقي مع الفارق ديولو اللي هو تيبي مازين بي المهم ما علينا اكيد ادشي ما غاليش خليني باش انا منقولوش باللي راحالي الادارة دي الفارق حاس بالمسؤولة لا لا وكتفكر في تقوية الفارق خصوصا ان العام الجاي الفرقة عدنا غالي تكون تابعة واحد طريق اللي صعيبة وكون اكيد باش انك غالي تدوزك طريق اللي صعيبة على الاقل خاص يكونوا عند قدرش فراقي فرقة اللعبة في التيران وفرقة في التوش المهم باش انا ننسى لهذا الفيديو ده غادي مشو الاخر موضوعين وبدايتهم بموضوع الماتش الجاي اللي عدنا في البطولة وما يروج على هاد الماتش ده اللي هو رسميا تم منع جمهور راجاء من تنقل الزنامرة هاتش صراحة اللي كتقلتوا لكم في فيديو اللي فاجتوا قلت لكم باللي غالبا غادي تم منع الجمهور وهاتش صراحة اللي كيبالي جدا ولو انهم كن خلووا الجمهور ده الراجاء يمشي كانوا المجموعات غادي قاطعوا لصغر الملعب هاتش فقط انك تشوف سبقوا تم منع جمهور الجيش الملكي وسبقوا تم منع جمهور الويدات فرهمو الساحل انك تشوفهم غادي خلو الجمهور ده الراجاء يمشي وما اخر موضوع ادنا ولي هو قضية صايبير بوغرين واللي الصفحة الرسمية برح طمعنات الجمهور بواحد الفيديو لان اللاعب كيتدرب التداريب الفردية تداريب الفردية ما يعنيوش ان اللاعب مواجدش كيفما ما يعنيوش ان اللاعب راهواجدو انما حضور ديالو كيبقى بقرار لمدربوش غادي اعتمد اليو للا وايضا كي اعتمد لوش ان اللاعب جاهز او لما جاهزش المهم هنا غادي يكون وصلنا للاخرون نقول لكم ماتش اللي كين فيديو خلف دريف فقرت اشنو طريف الراجاء ووضحنا بعض المواضيع اللي كانو كي رجول اللي صراحة تسويت عليهم بزاف انستغرام اكيد لو كان عندك اي سؤال فهبطل كومنتر اضطو وكون اكيد اني لو كان عندي الجواب راني ما غاديش نكبروه فيك درتلي لايك كومنتر واللايبات فرق نقول لك شكرا ليك بزاف وحاليا فنبقى ليغا نقول لي PEACE ونتقاشعو في الفيديو قبل الماتش